بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد أما بعد نكمل قراءة حاشية الإمام إبراهيم البيجوري هو كان يقوله عليه الشيخ مش الإمام الشيخ إبراهيم الألقاب دي كانت ألقاب علمية مش يتقال أي حاجة يعني فيه الشيخ وفيه الأستاذ وفيه الإمام وفيه المحدث وفيه الفقيه واللي دي ألقاب علمية درجة علمية كده يعني ينفعشه رهي يقول أي حاجة إنما الوقت الناس يقوله كل بعض أي حاجة كله ماشي فكان الشيخ إبراهيم البيجوري يقوله عليه الشيخ ما يقولهش عليه الإمام والعلمة برضو لقب لقب بيطلق عليه مساعدة العارف بالله ده القابة عند العباد والزهاد والصالحين والأولياء يقولك العارف بالله وكذا فنكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري على حاشية على شرح ابن قاسم الغزي وهو من علماء القرن العشر الهجري على متن الغاية والتقريب للقارية بشجاع وهو من القرن الرابع الهجري وجميعا في فقه الشفعية رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا الله بعلمهم ورحمهم الله ونحن اليوم نكمل القسم الثالث من أنواع المياه وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفي حدث بنطرق في الهامش حتى ما وصلنا ثم بعد ذلك ندخل في الحاشية وهو الماء المستعمل في رفي حدث أو إزالة نجس اللي لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انتصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المرسول من الماء ده كل ده احنا شرحناه لازم تذاكر عارف لو حضرت ومذاكرتش هتستفيد بركة الأعدى لكن هتنسى العلم لكن هتستفيد بركة الأعدى برضو هتستفيد لكن احنا عايزينك تستفيد لاثنين بركة الأعدى والعلم نفس فلازم تذكره تروح البيت اقرى ثاني ضروري بعد اعتبار ما يتشربه المرسول من الماء والمتغير أي ومن هذا القفل الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور فإنه آخر في الصفحة بقى في الشرح احنا وقفنا عن هذا فإنه أي المتغير سواء كان قليلا أو كثيرا يعني سواء كان هذا التغير قليل أو كثير وقوله طاهر أي في نفسه وقوله غير طهور محله محله قد بالك من حتة دي بقى احنا وقفنا عليه عشان عايزة أعلم محله بالنسبة لغير ما خالطه أما بالنسبة إليه يعني إلى ما خالطه فإنه مطهر يعني إيه يعني الماء احنا أعيدين الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات طاهر غير مطاهر إذا تغير تغيرا يمنع اطلق اسم الماء عليه وهذا التغير اللي يمنع اطلق اسم الماء عليه إما أن يكون تغير كثير بحيث يراه الإنسان أو تغير تقديره وحنأخذ التغير التقديري بعد شوية فالماء لما بتجي تخلطه بغيره فانفصل منه زي ما أرمينا الماء دي على حزم مثلا نعناع وبعدين ألمه من تحته فكل ما بيتخلل النعناع ده بيختلط برائحته وأحيانا بلونه وخبالك إزاي طول ما هو ماشي كده الاختلاف ده هيخليه متغير أما جمعه في الآخر بقى متغير أصبح الماء اللي متجمع ده تحت كل ده ماء متغير ولكنه طاهر بس ما ينفعش أتوضى بي يبقى متغير بما خلطه من الطاهر لأنه نعنى أعطاه كده برضو لكن ينفع أتوضى بي ما ينفعش أتوضى بي لأنه تغيرت أوصاته تغيرا كثيرا طب نفس الحكاية أنا بحط الماء دي على عجين متنجس على عجين متنجس علشان عايز أطهره عجين كده يعني ماسك نفسه فأصابته نوع من النجاس وأنا عايز أطهره مش عايز أرميه فأنا بجيب الماء دي أركبها كده كنت اختلط على العجين وهي ماشي على العجين تغيرت فهي بالنسبة الماء اللي هو ماشي على العجين ده بالرغم أنه متغير بالنسبة للعجين مطهر لكن بالنسبة لنفسه طهر غيره مطهر الآن تقيمت القصة بقى كيف هو بالنسبة لأنه ما انفصلش طول ما هو ماشي قاعد بيطهر لكن وهو ماشي عليه بيتغير لكن تغيره لا يسلب طهريته بالنسبة لما خالطه لكن بالنسبة له يسلب طهريته بالنسبة للماء يسلب طهريته وبالنسبة لما خالطه لا يسلب طهريته لأنه لم ينفصل فيمت بقى الحسة دي اقرأ تاني بقى كلام الشيخ عشان تفهم بيقول ايه فانه اي المتغير سواء كان قليلا او كثيرا وقوله طاهر اي في نفسه وقوله غير مطهر محله بالنسبة لغير ما خالطه بالنسبة لغير ما خالطه اما بالنسبة اليه يعني بالنسبة لنفسه بالنسبة لغير ما خالطه من الطاهرات واخد بالك ازاي بالنسبة لغير ما خالطه اما بالنسبة اليه فانه مطهر بالنسبة للعجين المثال بتاعنا هو بيطهر العجين لكن لانه ما انفصلش عنه بالرغم انه هو الجزء العلو منه خد من العجين فبقى متغير ولما وصل الجزء السفلي من العجين بقى متغير بس ما زال مطهرا فقدت بالك ازاي ادي معنا كده كما اريد تطهير عجين او طين زي ما يبقى فيه ارض واحد بالع عليه انت بترمي عليها المية المية بتاخد اول دفعة ماء بتاخد السين وبتاخد النجاة وتيجي الدفعة اللي بعدها تزقها ويفضل المية تزق بعضها المية اللي هي قاعدة بتزق بعضها دي بقت متغيرة في الدفعة التانية والدفعة التالت لكن ما يدرج تفضل مطهرة خدت بالك ازاي في حين انك اتسا لو فصلت الدفعة الاولى وشلتها خدت بالك ازاي بقت متغيرة لكن طالما ما فصلتها فهي بالنسبة للطين ده مزالت مطهرة فاتبالك ادي الكلام اللي عايز الشيخ يوضح لان في فرق بين ورود الماء على الشيء وورود الشيء على الماء زي ما قلنا ورود الماء على النجاسة يطهره وورود النجاسة على الماء تنجس او طين فصب عليه الماء فتغير به يعني بالطين او بالعجين ولو كثيرا قبل وصوله للجميع قبل وصوله لجميع الصين او لجميع العجين يعني فانه يطهر جميع اجزائه بوصوله لها وان كان متغيرا كثيرا للضرورة لان يعني لو الشرع طلب منك ان مجرد ما تغير مش هيتهر اللي بعده هيصعب عليك صعوبة شديدة جدا انك تطاهر ما يقل فاصبح لوجود العصر للضرورة بنتجاوز عن هذا شرعا وان كان هو بالعقل يقول لك اما هو تغير من اول دفع لا بس الشرع يتجاوز عن هذا يقول لك للضرورة لانه لا يطل الى جميع اجزائه الا بعد تغيره كما قاله الشابرة ملسي الشابرة ملسي ده من علماء الشفعية نسبة لشابرة ملس يعني قرية تبع الاليوبية فيه كذا شابرة في مصر شابرة ملس وشابرة البلد وشابرة الخيمة شابرة خيت مش كده برضو فيه كتير فيه كذا شابرة كده في مصر ده من شابرة ملس كما قاله الشابرة ملسي نقلا عن الطابلاوي الطابلاوي ده مش المقر بتاعنا ده لسه عايش الطابلاوي ده ميت في القرن العشر الهجري ميت في القرن العشر الهجري الطابلاوي كان مصري اللي هو نصر الدين ناصر الدين الطابلاوي كان معاصر لإمام محمد شمس الدين الرملي ابن شهاب الدين الرملي أحمد يعني الشيخ أحمد شهاب الدين الرملي كان من أئمة الشفعية في القرن التاسع الهجري أنجب أبناء ذكور كان أعلمهم محمد ابنه واللي كل اسمه أحمد يسموه شهاب الدين واللي كل اسمه محمد يسموه شمس الدين لأن سيدنا أحمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه أحمد في الأمم السابقة قبل ظهوره في عالم الحس فكان أحمد كالشهابي لا يراه الناس فلما ظهر محمدا كان شمسا فظهر فكل ما نسموه محمد يسموه شمس الدين أو ما تقرأ كده تأليف شمس الدين يعرف أن أقولك محمد أو ما أقولك تأليف شهاب الدين يعرف أن أقولك أحمد على طول كده وساعات يقولك نور الدين يبقى إيه علي يعني علي يحب يسموه نور الدين وهكذا فالمهم فابن محمد كان أفقه من أبيه لدرجة أنه كان لقبه بالشافعي الصغير كان ملقب وكان مثلي الرملي نسبة رملة لنجل الرملي نسبة البلد إسماء رملة لنجل في المنوفية دي أظن المنوفية دي صلعته علماء كبار أولا البيجوري بردو من المنوفية من البجور اللي هو صاحب الشرق وفيه القويسني حسن القويسني كان شيخ الأذر فيه يعني علماء كثير وما زالت يعني بتنجل لا يعني فيه منها الدكتور عبدالله شحات من شبين الكو من المنوفية فالمنوفية يعني ايه يعني ما زالت برضو فيها الخير الكثير المهم فسدنا ناصر الدين التبلاوي ده كان أكبر سنا كان من جيل أحمد شهاب الدين الرملي محمد من جيل أبنائه كان يلبس ويتخفى ويحضر بروس محمد وهو كان راجل علم كبير فضبطوه قالوا له تبقى أنت راجل كبير كده وراجل علم كبير وده من دور عيالك تيجي تحضر قال ما يمنعني أن أحضر مجلسه وقد استفدت منه كثيرا فشوف العلمة ما كانوش يتكبر ويقول لك ده من دور عيالي أنا روح أحضر له ليه وكان راجل عالم مشهود له بالقلم في زمن وكان لهم وصنفات وكان حاجة كبيرة يعني وشار إليه بالبنام ومحمد بقى ده طالع كده من دور يعني هو مثلا أولف الستين ومحمد ده كان عنده حاجة واربعين وكان يحضر لمحمد مات ناصر الدين التبلاوي أواخر القرن العاشر الهجري ومات محمد شمس الدين الرملي ألف واربعه هجري يعني في القرن العاشر الهجري الحدي عشر بداية الحدي عشر فبيقول لك أن اللي نقل الكلام ده الشبرم اللي في نقله عن مين نقله عن ناصر الدين التبلاوي إن الماء لو مشي وتغير وتغير بمخالطته لغيره طالما لم ينفصل صار طهورا لمخالطه بالرغم أنه هو في نفسه لو فصلته صار طاهرا غير مفصل تهمت الكلام ده فالحطة دي اللي نقلها الشبرم اللي في عن ناصر الدين التبلاوي حسيا كان التغير يعني لو هذا التغير احنا عائلين تغيره يكون كثير يمنع من إطلاق اسم المائي عليه سواء هذا التغير حسي يعني تدكه بحواسك أو كان هذا التغير تقديري يعني لا تدكه بحواسك كاختلاطه بماء ورد انقطع ريحة يسموه تغير تقديري فاخد بالك إزاي لأنني لو حطيت دي مية ورد انقطع ريحة يعني تشمها ملاش ريح تدوءها كإنما مي وروح تركبها على حل مية اقول انا ايه اعتبر ان حصل في المحلة المية دي تغير بس تغير تقديري يعني انا ما اقدرش ادركه بحواسك فانا ابتدي اعتبر الكوباية دي فيها صفات حسية لو كان القدر الكوباية دي في تغير حسي واختلط بالحلة دي يغيرها ولا لا اقدرها انا بقى كده اقول له الكوباية دي اللون فيها لون الرمان فيمس ازاي لون متوسط الرمان ده لون حمرى خفيف مش عصير رمان حمرته خفيفة خفيف لان دي تهارة بخلاف النجاسة اقدر فيها حاجة ثقيلة لون الحبر عشان دي نجاس لكن اما تبقى حاجة تهارة واختلطت بالماء اقدر حاجات متوسطة فاستدي اللون اعتبره لون الرمان اقول له واختلط الماء قدر الكوب ده عصير رمان بالحلة دي هيغير لونها نقول من الناس يقول له لا ما يغيرش اقول طيب افرد ان قدر الماء دي بطعم عصير العنب اواخد بالك ازاي واختلطت تغير الطعم يقول لك لا نقول طيب افرد ان الماء دي يعني هو هيقول لك هنا رائحتها رائحة اللازم اللي هو اللي بان الدكر ما احنا عندنا لون وطعم ورائح اللي بان الدكر ده لما بيتنعف ماء بيدي بيها ريحة بس خفيفة يعني تشماء ما اتقرب لها واختلطت بقى لك ومش عايز يدي لك ريحة زع عايز ريحة برضو متوسطة طيب افرد ان ادي لها رائحة اللازم اللي هو اللي بان الدكر وانا ركبت تغير يقول لك ما تغيرش يبقى خلاص قوم يتوضى بي يبقى ده التغير التقديري اقدر واني طريقة ابن عصرون من متقدم الشفائي واختلطت بقى لك طريقة الموارد مختلفة عنه صاحب الحاوي اللي قال لك ان انا اقدره اقدره بماء ورد غير منقطع الرائح بالاصل بقى بتاعه ودي برضو طريقة كويسة يعني ده ماء ورد انقطع ريحة طب افرد ان الكوبادي كانت ماء ورد عاد لو كانت اختلطت بالحالة دي كانت هتغير لو قال لك تغير يبقى خلاص تدور لو قال لك ما تغيرش من قدور فانت ازاي ده طريقة الامام الموارد صاحب الحاوي هنشوف كلام الكلام ده انا لخصولك قبل ما اراه يعني فبيقول ايه سواء كان هذا التغير حسيا كان التغير اي بان كان يدرك باحدى الحواس والمراد بها هنا الشم والذوق والبصر يعني البصر العين تشوفه بعينك او تدوء بلسانك او تشمه بامس اما السمع واللمس ما لهاش محل هنا بقى اما السمع واللمس وان كان من الحواس فلمدخل له ما هنا فيدركوا فيدركوا بالشم الريح وبالذوق الطعم وبالبصر اللون كلام واضح مش عايش شخص او تقديريا او كان بقى التغير تقديريا زي ما ادت لك المثال اي بان كان لا يدرك باحدى الحواس المتقدمة طيب ولو حلف لا يشرب ماءا فشارب المتغير المذكور لم يحنس لانه لا يطلق علي اسم الماء المتغير تغيرا يمنع من اطلق اسم المائي عليك يعني انا لو لو انا حلفت ان انا مش هشرب ماء او الناس الاوانطاجية اللي بتحلب بالطلق كتير والعليا الطلق ما انا شارب ماء واخد بالك وهو مش عايز بقى يطلق مراسي عشان برضو نفعاه يعني برضو مشكلة برضو لو اطلقت حيتجوز حيتكلف لكن انا وجودها ما احسن شوي فيعني عوامل كتير اول قط يحب خناقه ما يجرىش حاجة فالمهم هو بقى ايه مش هايز يطلق قال علي اطلق ما نشارب ماء زي ما فيه رجالة كده تحب تحلف على الفاضي وعالماليين نقوم باستمرار نشربه مية موارد خدت بالك ازاي بقى لا يحنس نجاب له كل يوم نجاب له ازازة مية موارد نخلط له بيها نخلط له بيها المية اللي حطنا في التلاجة كل ما يعتش او بيشرب منه يلا يحنس خلاله تفضل معاه عشرين سنة ولا متتطلق ولا حاجة وكذلك لو حلف بالله قال لا يشرب ماءا فشرب ماء متغيرا تغيرا يمنع من يطلق اسم الماء عليه يبقى لا يحنس برده تظلمت ازاي؟ يعني ما علوهش كفار ولو حلف لا يشرب ماءا فشرب المتغير المذكور لم يحنس لانه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق الشفعية عندهم كلمة علي الطلاق دي فيها ثلاث او الشفعية لما واحد يقول علي الطلاق ما تعملي كذا او لا تعملي كذا او لا تكلي كذا او اي حاجة المهم قال علي الطلاق اللفظ ده ما قالش انت طالق وخلاص ما قالش انت طالق ده ده اسمه الصريح المريح الفقيه ما يحترش فيه يا ابن انت قلت لها كذا خلاص يطلق ما اي واضح لكن عندما يقول علي الطلاق اختلف الفقهاء فيه الشفعية فقهاء الشفعية اختلفه فيه بس يخربوا البيت فقهاء الشفعية ده هيطلقهم معلصوا اخد بالي على شك كذا في الازهر ما بيردوش يفتو اما بيروح الواحد الشفعي في دار الارتة يقول له روح للأوضل لجنب يابه عشان يروح لواحد تاني بدل ما يطلق البيوت الشفعية نظره لما يقول علي الطلاق يعني علي الطلاق انفذه يعني نزرين علي ان انفذه فنظر على نفسه فصار طلاقا معلقا يعني علي من نوع الطلاق المعلق بشيء فيقع بوقوع الشيء بلفز كلمة علي يعني وجب علي ان اطلق اذا فعلت كذا كأنه اوجب على نفسه فصار طلاقا معلق في انت ازاي دواج فيقول لك يقع بوقوع ما علقه علي علي الطلاق ما تروحي طانته اما تحب تتطلق تروح طانته ولو بعد سنة لان بتفضل اليمين كده على طول متفلط كأنه بقت العصمة في انها وقت ما تحب تتطلق تروح تقبل اطرع على طانته وخلص واخد بقالك ازاي يقع اليمين عليك يبقى الرجل اللي بيعلق اليمين ده طلاق المعلق ده بيقض العصمة بيديها لهم خلاص بقى يبقى فقد العصمة فأي وقت تروح عامل عامل الشغلان اللي علاها بقى الطلق فنظروا الى هذا المعنى قالوا انه هو نوع من الطلاق المعلق ده وجه عند الشفاية وجه تاني قال نظر الى كلمة يبقى في وجه نظر لعلي فقال ده ايه يعني طلاق معلق عليا والتاني نظر الى كلمة الطلاق لفظ صريح ده انت صرح بلفظ الطلاق طه لام الف ط طلاق وده لفظ صريح مش لفظ كناية لان فيه طلاق صريح وطلاق ايه غير صريح اللي هو الكناية اللي بننظر فيه ساعتها للنية لكن اللفظ الصريح ما ننظرش لنية الزوج ما نقولش انت قصدك ايه لانه ده واضح فقال لك لا خلاص ده طلاق وقع واخد بالك ازاي طلاق وقع وناس تانيين وجه ثالث وده الراجح على فكرة عند الشفاية انه يقع الطلاق على يعني يعجعلوه طلاقا تنجيزيا في الحال حتى ولو لم يقع ما علقوا عليه لانه طلاق فظه باللفظ خدت بالك فيتبروه منجز منجز يعني ايه يعني ناجز في الحال وقع كأنه قال لها انت طال لانه نظر للفظ الطلاق اللي نظر للفظه علي قال ان ده معلق واللي نظر للفظ الطلاق واجهة تاني قال لا ده طلاق منجز صريح واللي لفظ للاتنين على بعد علي الطلاق قال ده يمين قال ايه ده يمين كأنه بيحب بقول والله ما تعملي كذا يبقى ايه يكفر كفارة يمين يعني يطعم عشر مساكين ينصن ثلاثة ايام يحل عنه واخد بركودة اللي بيفتو به الوقت وهو ابعف الوعوب عند الشفاء وليست علي الفتوه الا ان الوقت بسبب كثرة البلوة بقوا ميفتو بالايه بالوجه الخيبان ده لكن احسن حاجة ان الرجالة ما تقولش الكلام عشان ما يبقاش عايش من الاخلق مع امراض ما هو مش شرط اعلمها مش شرط اعلمها يعني ممكن يطلقها في قضة ضلبة لوحده لوحده لا لا ده الوحده كده هو قاعد كده الوحد وممكن يطلقها بالخطاب بالجواب يبعت لها جواب وممكن بالمحمول او ممكن يبعت لها تلاغراض وممكن بالوكالة يعني هو عمل توكيل للمحامي ومساف واخد بقى لك ويعرف انها عمل التصرفات مثلا دي قت فيتصل بالمحامي يقول له صلق لي فلانا محامي مع التوكيل بتاعه فلس يروح ويقول له اتجوز لي فلانا يروح يتجوز له فلانا وابعته له في الطيارة واخد بقى لك بالوكالة كل دا يا اسمات عشر لما الدكتور علي دكتور علي جمع هل تشوف يا محمد ليه انا بقولك ده الدكتورة علي بيقولها لان احنا عندنا قاعدة في الشفعية ان الايمان والنظور يؤخذ فيها بالعرف مش باللغة بالعرف والعرف الوقتي الناس اما بيطالق يقول انك طالق بالهم صح فبيؤخذ في الايمان والنظور بالعرف لدرجة انه لو حلف قال لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنس في حين ان السمك لحمة ربنا بيقولت استخرجون منه لحما طريق ليه قلنا لا يحنس لان العرف ان السمك مش لحم احنا العرف بتاعنا السمك مش لحم صح في العرف فنؤخذه بالعرف يعني نقول ميراتي طالق لو كلت لحمة يقعد يأكل سمكة العمر ما تطلقش ليه لان نأخذه بالعرف في الايمان والطلاق والنظور والعطاق يقدم العرف على اللغة فابتبالك ازاي لان هنا لدينا عرف الناس فعلشان كده انا بقول الدكتور علي بيقول كده الدكتور علي عنده ان العلم اللي يقدر ايه يعني يتحمل هذه المسئولين لكن احنا تعلمنا من مشيخنا القاعدة دي ان الايمان والنظور والطلاق والعطاق كله يدخل فيه العرف اولى من اللغة فابتبالك مفيش نية لانه هو اصل بين الطريح وبين ايه وبين المعلق لانه التلفز للفز الطلاق فابتبالك لكن لو ما تلفزت بلفز الطلاق نقوم نبتدي نقول نيتك ايه يعني ما يقول لها مثلا ايه خلاص يا بنتي اللي بنا انتهى خدتبالك ازاي قال لها الكلمة دي وبعدين بعد كده جاءت ان يوم بيتصل بيها ولا مش حتيجي بقى لشوف العيال بنا قاعد كله النهار محد اشتبخ لهم والعيال ده انا لاي تعالي بقى تقول له مش انت قلت اللي بنا انتهى روح للشيخ يسأل الشيخ يروح للشيخ يقول له انت كان قصدك ايه يا ابني لان كلمة اللي بنا انتهى تحتمل يقص الطلاق يحتمل تهديد يحتمل اي حاجة بقى يحتمل العشرة الحلوة يعني اللي جاي حيبقى ايه قرف يحتمل اي حاجة بقى يعني يحتمل معاني كثيرة فيبتدي الشيخ يسأل يقول له انت كان قصدك ايه بالكلمة دي يا ابني يقول له انا قصدي طلاق يقول له خلاص وقع طلاق يقول له لا انا كان قصدي هدد يقول له خلاص هدد مجرش يبقى تهم؟ يعني يتقل على نيته لما يكون اللفظ مشتبت إنما لما يبقى لفظه صريح ما يتقلوش على النية ولو بيهذر يقف ولو بيهذر يقف طالما صريح فأنت بادك؟ إحنا هنقول بقى انفلت وانا احنا يجددنا خلص وانا تغير لأنا بدي لك مثال كده بس عشان أضيع رتابة الكلام لأن ساعة الكلام كده ايه؟ يزهق شوية بحس بيكون نكوح تزهقوا مني أو كان التغير تقديريا بأن كان لا يدرك بإحدى الحواس المتقدمة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير المذكور لم يحمس لأنه لا يسمى ماء ولا فرق بين الحلف بالله والحلف بالطلاق ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عن الشبرام الليسي فالله عنه الشبرام الليسي لأن الشبرام الليسي ده بعد الطبلاوي ها؟ أنت عندك عنه؟ أسأنا عمدي عنه لأنه سألتك هدو ولو كان التغير تقديريا كما أفتى به الطبلاوي ونقله عنه الشبرام الليسي يعني ولو كان حتى التغير تقديري يعني أنا كبيت الماء المقاطع رائحتها على الماء دي واعتبرتها مخالفة في الصفات وقلت تغيرها وشربت أنا الماء دي المتغيرة تقديريا اللي كل الناس لو شافوها يقولوا عليها دي ماء لكن هي متغيرة قالك برضو لا يقع لأنه برضو التغيير التقديري كالتغيير الحسي تهمت ازاي؟ اللي نقل عنه اللي قال كده مين؟ اللي قال التغيير التقديري كالتغيير الحسي بالزبط حتى في الأحكام كلها الطبلاوي ونقلوا عنه الشبرام الليسي كأن اختلط حيدي لك مثال بقى كأن الكامد للتشبيه كأن اختلط بالماء ماء يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائح والماء المستعمل في الوضوء ما هو الماء المستعمل في الوضوء ده لا لونه اتغيره ولا رائحة اتغيرت ولا في حاجة وجاء يختلط بالماء أم أتدي برضو يعمل تغير تقديري تهمت ازاي يعمل تغير تقديري برضو يبقى المثالين هم دولة مثل لا ثالثة لهم تهمت ازاي في التغير التقديري مثالين لا ثالثة لهم في فقه الشفعية اللي هو ماء الورد المنقطع رائحته والماء المستعمل في فرض وضوء أو غسل فبتبالك ازاي الاتنين دول هما دول اللي بناها تبر فيها التغير تقديري كأن اختلط إلى آخري الأولى الاتيام بالباء كان حقه يقول بأن بدل ما يقول كأن ده الشيخ الشارع يعني المحشي بيقول لأن الباء تدل على الحصر كما صنعه العبادي العبادي برضه في القرن العشر الهجري شرح متنق بشجاع وما قالش كأن قال بأن وده المثال بالباء ده أن الباء تدل على الحصر إنما الكاف تدل على مثال قد يكون هناك أمثلة أخر لكن هو يقول لك ده ما فيش أمثلة أخر فهمت الدقة المشايخ بقى في الكلام العبادي في القرن العشر الهجري شرح متنق بشجاع ولما جاء في الحتة دي البيأم بالباء تدل على الحصر كرتبالك ازاي في شرحه لأن تعبيره بالكاف يوهم أن هناك مثلا آخر غير ما يذكر يكون التغير فيه تقديريا وليس كذلك ما فيش مثال آخر وقد تجعل وبعدين هو بيرد على نفسه بيلتمس العذر للشيخ يقول وممكن نجعل الكاف للاستقصاء لأن قد تستعمل قليلا في اللغة أن الكاف للاستقصاء مش للتشبيه المطلق لا للاستقصاء فأنتبه لك كأنه بيستقصي كل شي بس ده ضعيف في اللغة فاعتبره عذر للشيخ في الآخر قال يمكن ما ذهبه في اللغة كده وقد تجعل الكاف استقصائية وهي التي لم تبقي مثالا آخر وبعدين بيقول لك ما يوافقه في صفاته يعني في التغيير التقديري أنه هو اختلط بما يوافقه في صفاته كماء ورد من قطع ريح أي ما يوافق الماء في صفاته كلها التي هي الطعم واللون والرائح ورديح فيقدر في الحالة دي نعمل إيه يقدر مخالفا وسطا بين أعلى الصفات وأدناها بين أعلى الصفات لأن أعلى الصفات بنعتبرها في الناجس احتياط تهمت ازاي فهنعتبره احنا واسط لأن ده صاهد وأدناها الطعم طعم الرمان واللون لون العصير أنا عكس في الظاهر لما دمتلك المثال ودتلك لون العصير الرمان لا هو هنا بيقولك الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح اللاذن بفتح الذال المعجمة وهو اللبان الذكر كما هو المشهور وقيله اللاذن هو رطوبة تعلو شعر الماعز ولحاها فإن كان لها رائحة كده يعرفها النسل برب معيز فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل من ماء الورد الذي لا طعم له ولا لون وله ولا ريح له نقول لو كان الواقع فيه قدر الرطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أو لا فإن قالوا يغيره سلبنا فهوريته وإن قالوا لا يغيره نقول طيب لو كان الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب هل يغير لونه؟ باسترد بقى الفرد الثاني يبقى بقى الأول في إيه الريح واللون الطعم وبعدين اللون وبعدين الريح قدر رطل من ماء من عصير العنب هل يغير لونه؟ أو لا فإن قالوا يغيره سلبنا طهوري وإن قالوا لا يغيره نقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللازم هل يغير ريحه أو لا؟ فإن قالوا قالوا يعني أهل العرف واللسان الناس بالخبرة فإن قالوا يغيره سلبنا طهوريته وإن قالوا لا يغيره فهو باقنا على طهوريته وهذا إذا فقدت الصفات كلها اللون والطعم والرأيح إذا فقدت الصفات كلها كما تقدر طبعا فقد بعضها ووجد البعض الآخر قال لك في الطرد اكتفي بفرد المفقود فقط يعني إيه؟ يعني فقد اللون كانت بقى لك فقد اللون لكن الطعم والريح موجود فلما حصناه لقينا أن لطعم الماء تغير ولا ريحه تغير نفترض طب لو اللون بقى كمان هيتغير ولا لأ؟ لو اللون كان موجود هيتغير ولا لأ؟ يبقى افترض المفقود تهمت إزاي؟ افترض المفقود فإن فقد بعضها ووجد البعض الآخر اكتفي بفرد المفقود فقط مخالفا وسطا لأن الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفرده خلافا لما قاله البرماوي من فرد الثلاثة حينئذ البرماوي له حشية على شرح ابن قاسم الغزي قبل الإمام البيبوري واخد بالك إزاي؟ فاكتير يقول لك إيه؟ وقال المحشي وقال المحشي إبراهيم يقول قال المحشي أصل البرماوي لأنه لي حشي قبله قالها البرماوي الحتة دي إن لا حتى لو فقد صفة من الصفات وبقية الصفات موجودة حنفترض الثلاثة صفات بار ده البرماوي قال كده لكن الشيخ هنا بيقول كان الأحسن يفترض المفقود ويكتفي بالموجود إن لم يغير يفترض المفقود هل أنت إزاي؟ لأن الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفردي خلافاً لما قاله الشيخ البرماوي من فرد الثلاثة حينئذ وما ذكر من فرد المخالف الوسط دي مذهب مين اللي بذكروا في فرد المخالف الوسط اللي هو اللون لون عصير العنب والطعم طعم الرمان والرائحة رائحة اللاذن ده فرد المخالف الوسط هو ما قاله ابن عصرون ابن عصرون ده من المتقدمين عراقي قبل الإمام النووي ابن عصرون ده قبل الإمام النووي كان من المتقدمين ساعد تيجي تقرأ يقولك متقدم الشفعية ومتأخير الشفعية ساعد تقرأ الكلمة دي إيه حدهم لحد إمتى نقول ده متأخر يعني جاء في العصور المتأخر وإمتى نقول ده لا في العصور المتقدمة في إمتى إزاي قاله الإمام النووي آخر المتقدمين آخر العصور المتقدمة الإمام النووي فما جاء بعد الإمام النووي يبقى متأخر والإمام النووي مات سنة 676 هجرية الإمام النووي مات سنة 676 هجرية يبقى ما كان الإمام النووي فما قبل الإمام النووي اسمه متقدم الشفعية اللي هو ما تقدمه في الأول يعني قريب للقرون الأولى وكل ما جاء بعد الإمام النوي يبقى متأخر الشافعية لحد الوقت متأخر الشافعية قال لك لا ده آخر متأخر الشافعية شمس الدين الرملي وابن حجر الهيتام وبعد كده اللي جايين كلهم ما وصلوش لأصحاب وجوه أصلا ولا مكتهدي مذهب كلهم مقلدين مقلدين ما وصلوش لدرجة أن يبقى مكتهد مذهب أصلا عشان نقول عليه أنه ده يعني ترجيحه يؤخذ منه بل هو مبلغ للمذهب فقط لكنه ترجيحه وابن حجر الهيتامي مصري وشهاب الدين الرملي شمس الدين الرملي مصر ومات في القرن العشر الهجري ابن حجر الهيتامي وشهاب شمس الدين الرملي مات مية ألف وأربعة هجرية يعني في أول القرن الحدي عشر الهجري وبعد كده اللي جايين من الشافعية لنقول عليه متقدم ولا متأخر على قد حالهم بقى يا إما فيهم ناس برضو أكابر بس يمكن يمكن ما خدموش المذهب خدمة كبيرة بحيث أن مؤلفاتهم ما امتشرتش الانتشار الكافي اللي بيه نقدر نقول عليهم أن لهم باع في المذهب وأخذ بالك أيدي المسأل فبيقول إيئب وهو ما قالهم ابن أبي عصرون ده كان عراقي قبل اليوم النوم من فقدم الشافعية والذي قال لك نفترد أن المخالف وسطا في التغير التقديري في اللون والطعم والرائح الرمان عصير العنب اللازم وأخذ بالك بالتغذيب ده لكن الإمام الروياني قال غير كده الإمام الروياني ده مات سنة 450 هجرية صاحب كتاب الحاوي وأخذ بالك إزاي واعتبر الروياني الأشبه بالخليط قال لك أنا أعتبر الأشبه بالخليط أحسن ماء ورد بقصع ريس أعتبره ماء ورد سليس ليه أنا أعتبره مخالف ووسط في الصفات ده الروياني برضو وجيه كلام وجيه حلو يعني واعتبر الروياني الأشبه بالخليط فإذا وقع في الماء ماء ورد المنقطع الرائحة فعلى كلام ابن أبي عصرون يفرد المخالف الوسط وهو اللاذن وعلى كلام الروياني يفرد ماء ورد له رائحة لأنه الأشبه بالخليط طيب والتقدير اللي أنا بأعمله ده واجب أعمله ولا مش واجب يعني لو هجمت على المية دي ورحت أخذها مترضي به بدون ما أعمل الخليط ده واجب علي يعمله بحيث لو ما عملتش كده يبقى حرام علي ولا ده حكمه مندوب مستحب سهمت إزاي قال لك مندوب يعني لو هجم على الماء وتوده ودوقه صحيح وما القلبين دماغني ليه يا علماء علشان يعلمونا بس طريقة التفكير السليم قد هم عايزين يعلمك طريقة التفكير المرتب لكن افرد الرجل ما يعرفش الأحكام دي كل أولا قاعد القاعدة دي وراح خل الحلة دي يقول لك ما تغيرش لا ليها ريحة ولا طعم ونمال وروح متوضي ويقول خلش يصال خلاصي عم سليمي عم فهمت إزاي مندوب مستحب عند الشفعية المندوب والسنة والنافلة والمستحب حاجة واحدة والملكية ميزة بين المكروه وخلاف الأول عندهم درجتين وبين المندوب والمستحب والنافلة وخباك والسنة يعني يعني ميزة الملكية دي في الأصول لو درسنا مرة أصول سطحي كده إن شاء الله نبقى نشوف لكن عند الشفعية ته المندوب هو المستحب هو السنة هو غير الواجب واخد بالك إزاي هو ما بين الواجب والمباح ما بين الواجب والمباح إيه المستحب السنة المندوب كله حاجة واحدة كنت بالك بين الواجب والمباح لأن اللي بين الحرام والمباح المكروه اللي بين الحرام والمباح المكروه وبين الواجب والمباح المستحر عشان هي خمس احكام وهذا التقدير مندوب لاواجب كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاس من طوخه الله ده كل واحد مشهور ببلده قصد انت ما تعرفش الازهر ده زمان كان بيجيله من جميع عنحاء مصر من اسوان الاسكندرية كله يجتمع ويعمل لك رواق الصعيدة ورواق البحروة ورواق مش عارف ايه والحد الوقت الاروقة موجودة فيجيلك مثلا ايه واحد قاعد معروف يجي الشيخ بتاعه يقوله فين الواد الاسناوي يعني اللي جاي من اسم فين الواد المنياوي يعني اللي جاي من المني فين الواد طنطاوي اللي جاي من طنط فين الواد الطوخي اللي جاي من طوخ لان اصلا لو قال فين الواد محمد ما كله محمد محمدات كتير اكتر الاسماء فيقوم يميزوهم بايه بقى يميزون ببلادهم فتلاقي يشتهر بقى ايه باسم بلد قادي السبب فتلاقي الطوخي البيجرمي مش عارق كده والشبراملتي والشبراوي وغيره والمبابي نسبة للمبابة والمنشاوي نسبة للمناشي كده على طول طول ما انت ماشي بقى تلاقيها طول ما انت ماشي كده يعني فيه إيلة سماعيلة المنياوي معروف نسبة للمنيا وهم عادين هم في مصر لان جدهم بعتوه هنا مصر علشان يتعلم في الأزر ماكملش تعليمه فتح فرن اه والله مخبص فاشتهر خلاص المنياوي عيلة المنياوي وعيلة كبيرة يعني نعرف منها ناس وليها فروع من استعيده في البدرشين وفي لها فروع في طنطا وليها كذا وكذا وكل اسمه مننياوي وفي ناس طنطاوي بتلاقيهم عادين في أسيوت مع انه هم طنطاوي طنطا ايه اللي جاب طنطا لأسيوت ده انت تروح طنطا بتلاقيش ولا واحد طنطاوي تلاقي طنطاوي في أسيوت كل لان الظاهر جدهم القديم قوي كان من طنطا وبعدين هاجر وقعد في أسيوت بقى وتلعو منه بأسيوت لكن في الاسمهم طنطاوي بقى ترتبالك ايوة موافق له في استفاد يعني موافق له في استفاد قاله الطوخي كما نقله الشيخ الطوخي على ابن قاس يقول لك ابن قاسم الغزة نسبة الغزة جاي من غزة بردو الغزة يعني نسبة الغزة واخد بقى لك وهكذا يونس الايلي نسبة الايلى الات واخد بقى ابن حجر العسقلاني نسبة العسقلان اللي كان فيها رأس سيدنا الحسين واخد بقى لك وبعدين اتنقلت من عسقلان لمصر في موكب كبير سرا أيام الحروب الصليبية واخد بقى لك ازاي ودخلت مصر وقيمة فونة هنا في مصر في الغزة اللي يقول لك مش موجود لا موجود واخد بقى لك لأنها دخلت سرا بقى لك لم تثبت تاريخية لأنها دخلت سرا لأن كان وقت حروب وكان لازم تدخل سرا واخد بقى لك مش هيعلنوا يعني ويعملوا زمامير وطب بعد كده دخلت كل ناس عرفوهم فبيقول ايه بقى كما نقله الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فاذا اعرض عن التقدير يعني قالك ان التقدير ده مندوب غير واجب نقله مين الشيخ الطوخي عن ابن قاسم فاذا اعرض عن التقدير وهجم واستعمله كفى اذ غاية الامر انه شك في التغير المضر والاصل عدمه لان اليقين لا يزول بالشك قاعد عندنا كده اليقين لا يزول بالشك الامر انه شك في التغير المضر والاصل عدم الشك يعني عدم التغير وظاهر ذلك جريانه فيما اذا كان الواقع نجسا طب ولو كان الواقع نجسا نجاسة تقديرية كبول ان انقطع ريحه يمشي برضو يبقى التقدير مندوب برضو ولا ده النجاسة دي بقى اشد يبقى التقدير واجب شوف المشايخ بينقلك نقلات ازاي عشان يعلمك هو عايز يعلمك ازاي تميز بين المتشابهات واخد بالك ازاي عشان تبقى فقيف فبيقول ايه وظاهر ذلك جريانه فيما اذا كان الواقع نجسا يعني حتى لو كان الواقع نجسا نجاسة تقديرية تغير تقديري بنجاسة كبول ان انقطع ريحه برضو يبقى مندوب هذا التقدير برضو لو كان نجس شوف قد ايه مع ان الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في النجس فراجعه راجعه بقى يعني هو بينقلك راجع بقى كلام الشيخ الطوخي لكن الشيخ ابراهيم البيجوري بيقول لك الظاهر انه حيمشي برضو في النجاسة التقديرية اتبالك ازاي لكن الشيخ الطوخي قال النجاسة يجب مش مندوب راجع بقى كلام الشيخ الطوخ يبقى هو مش بيحللك المسألة ده بيعلمك ازاي تبحث بحث علمي بقى ينقلك انت بقى المسألة دي تضايقك في ذهنك تبتدي بقى تفتح المراجع والكتب وتبتدي تشتغل بقى وتبحث ايه دليل ده ودليل ده ويبقى لك انت بعد كده وجيت نظر اخرى وتبتدي انت كمان تدلو بدلوك وهكذا هو ده الفقه الفقه لازم يبقى عنده حب الاستطلاع والبحث قوله كماء الورد المنقطع الرائحة اي والطعم واللون ايضا حتى يكون مواثقا للماء في صفاته كلها فلو كان منقطع الرائحة فقط اكتفى بتقدير المفقود دون الموجود كما تقدم اكتفى بتقدير المفقود دون الموجود كما تقدم ولذلك قال الرملي لما يطلق الرملي يقصر الابن الاشتهاري على ابيه يبقى ما يقول قال الرملي في كتب الشفيعي يقصد ايه شمس الدين الرملي ما يقصد شابوه شهاب الدين لانه اشتهر على ابيه وكان يسمى الشفيعي الصغير ولذلك قال الرملي عرض وصف الخليط المفقود فافاد انه لا يقدر الموجود الامام الرملي قال ايه عرض وصف الخليط المفقود يعني الوصف المفقود نعرضه واخد بالك ازاي فافاد انه لا يقدر الصفال موجودة سيمت ازاي ده كلام الامام الرملي مركزين معه ولا نيمين حاسس كده قلبي يقول لي ان بعضوكو نايم الله اعلم ايه ايه ولو اختلط بالماء لو اختلط بالماء هنا واخد بالك زي مندوب انك انت مندوب مندوب انك انت تقدر مقدر يعني مخالف وصف في استفاد مندوب أن تفعل ذلك للاحتياط لدينك إذا كسر الماء لكن افرد إنسان عامي ما يعرفش الأحكام وهجم عليها ما يترحق فيه بحاس ما هو الماء المستعمل ما هو بيقول الماء المستعمل ده اختلط بماء آخر فهيبقى التغير تقديري مش أنت بتسأل بتقول اختلط بماء آخر الماء الودوق ده المستعمل ده اختلط بماء آخر يبقى التغير تقديري ما ندوب برضو التقدير يوننا بالتقدير الإمام الغزالي صاحب الإحياء رجح وجه الشافعي القديم في مذهبي القديم إن الماء المستعمل في الودوق يجوز استعمالي مرة آخر طاهر مطاهر وده مذهب الملكية وهو القديم عنده الشافعية المذهب القديم للشافعي فالإمام الغزالي في الإحياء رجح القديم على الجديد في هذه المسألة وقال لي ليت الإمام الشافعي ظل على رأيه في القديم في الماء المستعمل وأخبر قال لك ده الإمام الغزالي وأخبر قال لك لكن كل الشافعية إلا الغزالي ماشيين برأي الإمام الشافعي الجديد منظم الكتب لا ينفرع على الجديد ان شاء الفضل الحمد للان الامر يعني فيه خلافه ساعة ما انا قلته لك او لما عرفه الحتة اللي عرفها مش هخبيه السلام اللي لست شمازة بالمالكة في كل الفروض فيقول ايه بقى والماء المستعمل يبقى اختلط بطاهر بما خلطه من الطاهرات او الماء المستعمل فبتبقى لك ازاي تقديريا كأن اختلط بما يوافقه في الصفات او بماء المستعمل بما يوافقه في الصفات كايه كماء الورد في المنقطع الرائح او الماء المستعمل يعني في ايه في الوضوء فيفرد مخالفا وسطا ندبا لوجوبا كما تقدم نعم لو ضم الماء المستعمل الى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورة يعني انا جمعت المية اللي اتوضيت بيها واتسلت بيها على مدى يوم كامل وضمتها على مية ثانية فبلغوا الاثنين مع بعض قلتين يبخلت صار طهورة قلتين يعني 200 لتر ما انت ما بتغتسل بتفتح تدوش على اخ بتغتسل يجي 100 لتر اعمل لك ايه الاطراف ما قالش يفرد البيت بقى كتير وبيتوضوا كتير ويجد جاربنا اقترد بس او في معكر في الجيش والمية قليلة وبيجوا فبيتوضوا من ازان فتقول للناس يا جماعة اقتصدوا وجمعوا المية ما هتحصل في الجهاد برضو هتقابلنا المواقف دي في الجهاد لما نجاهد ان شاء الله كده يبقى عندنا المعلومات دي بتفيدنا بقى في الحاجات دي والماء المستعمل فيفرد مخالفا ضم الماء المستعمل الى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورا وان اثر في الماء بفرده مخالفا وصفا حتى لو كان اعتبرنا ان الله كان مخالف وصفا حيأثر في الماء دي طالما بلغ الخلتين مش هنعتبر تقدير الاصل تهمت ازاي وسطا يعني تقديري ما هو الماء المستعمل ده زي ماء الورد المنقطع الرائح فهتبطرت ايه على على طريقة ابن ابي عصرون تعتبره بقى مخالف وصف في اللون والتعم الرائح زي ما قولنا وشمل ايضا ما ذكر ما لو كان معه ماء كل منهما مستعمل انا جمعت ماء مستعمل هنا مية لتر وماء مستعمل هنا مية لتر ده الواحد ما عرفش اتوضى بيه وده الواحد ما عرفش اتوضى بيه ضمتهم على بعض عرف اتوضى بيه ده انه بقى هم ميتين لتر تهمت ازاي يعني احنا لو الماءين مستعملين كل على حدة أقل من قلتين لو جمعت الاثنين على بعضهم معهم قلتين أتوضى به صار طهورة سهمت إزاي لا لا يمنع لا يسلبهم الطهورية إلا إذا تغير الصفة من صفاته ما عملش فيها تقديم سهمت إزاي لا يسلبهم الطهورية إلا إذا غيروا الصفة من صفاته كذلك النجاس إذا وقعت في الماء اللي قلتين ما يعتبرش متنجس إلا إذا تغيرت صفة من صفاته إنما لو لم تتغير صفة من صفاته ما يجرىش حاجة إنما لو الماء قليلة وقع فيها نقطة بول ما مش حدبان برضو لكن تنجل لأنه قليل فهمت إزاي ما بصش في التغي لأنه ماء قليل لكن أنا عندي خزار الماء اللي فوق السطوح حطه فوق كبير فيه حوالي 300 لتر وقعت فيه فارا مات واخد بالك إزاي لكن ما غيرتش غريحه ولا لونه ولا طعمه وفضلت رأدفتها وإحنا بننظف القزان بعد شهر بصنا اللي هنا فيها فار ميت ما يدورش وإحنا توضينا طول الشهر بالمية دي ما يدورش لأنه فوق الخلتين فهمت إزاي؟ لأن العبرة بالتغيير لو غيرت خلاص حتى لو كان ماء البحر المطاط يعني إيه؟ وبقت يعني الماء المتنجس كان حوالي مثلا 150 لتر والماء الصهور كان 50 لتر حطناهم على بعض بقوا من قلتين وما فيش تغيير أتوضى بيه تهمت إزاي؟ أتوضى بيهما دور طالعا ما فيش تغيير لا في اللون ولا الصعم ولا الغايح سهلة دي فدي بتحل مشكلة المياه اللي في الخزانات لأن ساعات تلاقي فيها مشاكل فبيقول هنا إيه؟ وعشان كده اللي يعمل خزان فوق عمارة بيته يخليه فوق المتن لتر ويحل مفر مش يجب لي خزان بقى صغير متل لتر يخش بمشاكل مع المام الشافعي واخد بقى وانت عايد جنبه هنا آي آه آه انت حتدركه في الحنفية تلاقيها مية من التنة تقول ايه ده يا جماعة ده قفلوا مية الخزان تطلعوا هنا تبلغ الدنيا بقى وتنظفوا الدنيا انت حتدركه لكن طالما ما أدركتش مفيش تغيير خلاص بقى بالماء المتغير عشان انت مذكوم يعني ما أدركتش رائحة وانت بتتوضى آه تعيد آه تعيد اعمل لك ايه يعني انت الوحدك اللي سكن في العمارة محدش قال لك انه متغيع يعني فرد صعب عيد بقى منت بتعمل فيها كده آه لا في الماء القليل انما لو الماء فوق القلتين واخد بالك ازاي يتحمل ما بصش بقى للتغيير التقدير ما احنا قلنا لو المقتة البقل في الماء القليل تنجسه حتى لو لم تغير صفة من صفاته لكن لو نقتة لبن واحد في مية قليلة ما تأثرش في المية ما لم تغير صفة من صفاته لان ده طاهر والتاني نجس فالنجاسة يبقى حكم فيها شديد والطاهر ما يجرىش حاجة يعني انا رح تكبف في نجل لبن كده فحلت مية قد كده ما بنوش اتوضى بيها ما يجرىش حاجة لان انا لم تغيره لكن لو غيرت لا ما استعملوش الا اجمعه بقى الحاد ما يبقى متين لت وما تغيرش في صفة من صفاته اروح نستعملوه هنا بيولك ايه طب نخلص السطر ده وشمل ما ذكر ما لو كان معه ماءان كل منهما مستعمل يعني مستعمل في ودوء ورس ما اين كل منهما مستعمل فضم احدهم الى الاخر وصار كلتين الاثنين بمجموعهم صاروا كلتين يعني متين لتر تقريب فانه يصير طهورا ويلغز بذلك فيقال يعني عملوها لغز المشايخ ويسألوا بيها فيقال لنا ما آن لا يصح التطهير بكل منهما على انفراده ويصح التطهير بكل منهما مجتمعا مع الاخر تقول له ماء مستعمل اضموا على بعض فبلغ القلتين يبقى كل منهما على انفراده لا يصح وبمجموعهما يصح يومي يقول لك الشيخ علامة مبروك عليك قد العالمي ايه او ماء متغير فذلك تغير بالمكاثرة خلال حتى ولو لم يبلغ القلتين اذا كانت تغير بطاه حتى ولو لم يبلغ القلتين قوله فإن لم يمنع الى اخره شروع في اخذ محترزات القيود السابق لان كل اللي فات يقول لك امتى ما تستعملش ما تستعملش اما هي تغير تغير يمنع يمنع من اطلاق اسم الماء عليه واخد بالك ازاي فإن لم يمنع يبقى ده احترازه كأنه بيحترز بقى من اللي لا ايه من اللي ايه من اللي لا يمنع اطلاق اسم الماء عليه يعني تغير تفيف بسيط ما يمنعش من اطلاق اسم الماء يبقى احتراز شروع في اخذ محترزات القيود السابقة لكن قدم محترز القيد الذي زاده على المصنف بان كان فإن لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان كان تغيره بالطاهر يسيرا او بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يصلب طهوريته فهو مطهر لغيره كويس الكلام ده قاله الشارح على المصنف اللي هو ابي شجاع بان كان تصوير لقوله لم يمنع او البأل السببية وهو اظهر او بما يوافق الماء في صفاته اي كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل كما مر والمعنى او اختلط بما يوافق الماء في صفاته فهو متعلق بمحذوف وهو عطف على كان التغير يسيرا او كان التغير يسيرا بمخالطته بما يوافق صفة من صفاته وكان التغير تقديريا يبقى معنى الكلام كده يعني متعلق بايه بكان التغير بما يوافق الماء وهو عطف على كان التغير يسيرا وليس المعنى او كان التغير بما يوافق الماء في صفاته كما قد يتوهم لانه ينافي قوله ولم يغيره يعني لشنا ما تقرى العبارة عايز يقولك ان العطف مع مع القبل الجملة الاولينية الاخيرة فبيرد لك العطف على حتى بيت وقدر مخالفا اي وسطا وقد تقدم بيانه فلا يسلب طهريته بل هو باق على طهريته في الصورتين في الصورتين اللي هو التغير التقديري والتغير ايه بماء الورد الذي خالف صورتين بتاع التغير التقديري اللي هو ماء الورد المقفى الرائحة والماء المستعم للصورتين فلا يسلب طهريته بل هو باق على طهريته في الصورتين كما اشار اليه بقوله فهو مطهر لغيره ولذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم هو وميمونه من قصعة فيها اثر العجين يعني كان في قصعة كانوا عجنين فيها والنبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها ماء اغتسل من هذا الماء هو السن ميمون فقال لك ثم اختلط بغيري من الطهرات أليب كان تغير يسير لم يغير صفة من صفاتي ولم يمنع من اتلقص من ماء عليه فتبالك بس يعني مش تغتسل بمية الديق واخد بقى ما ينفعش والذلك وإلا حديبقى غسل مفقع أي حييجي هذا المجاور في مجاور مخالط ومجاور رير مخالط حييجي الصبر جميل هو بيقول يعني الصابون عما تقع اخذ بالك ما الصابونة طهر ده اسمه تغير بمجاور مخالط يعني هي مجاور وفي نفس الوقت بينفصل منها شيء يختلط اللي هي رائحتها فده مجاور مخالط في آن واحد فحنشوف ترميها وتشوف بعد كده المخالط تغير صفة من صفاتي ولا لم يغير ما غيرش خلاص واصلية بتغير بالدوام مش بايه مش بال مش من الاول واخد بالك ازاي يعني بالدوام يعني لازم الصابونة تقعد مدة في المية ركدة فيها عشان تغير لنما لو وقعت ومدت اليك على طول شلتها مش هتلحى تغير حاجة خلاص يبقى امسح بيها ما تتوضاش ما احنا قيلين اللي فيه اصر العجل لم يكن تغيرا حسيا يخرج الماء من اطلق اسم الماء عليه ولذلك قال ولذلك ما قالش لا عال قال ولذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم هو ميمونة من قصعة فيها اثر العجيل واحترز اي المصنف وهذا بيان لمحترز قيل المصنف بعد بيان محترز قيديه الشارح الذي زاده كما مرض عن الطاهر المجاول يبقى المصنف تتكلم على الطاهر المخالص وبعدين بعد كده احترز عن الطاهر المجاول لما اقول مخالص غير المجاول ولذلك المخالص اللي هو يصعب انك انت تفصله عن الماء والمجاور اللي هو يصعب انك تفصله عن الماء أو أنه كان مختكش من الماء أصلا زي مثلا فيه مثلا زرع فل مثلا وياسمين مزروع على حفة النهر تيجي تتوضى من النهر اللي بيجوار الفل وياسمين تلاقي الماء كله ريحته فل وياسمين يعني متغير بمجاوز ما يدرش يعني تتغير بالمجاوز فهمت إزاي أو تيجي تتوضى بالمية اللي جنب شجرة البرتقان تلاقي ريحتها برتقان جنب شجرة المنجر ريحتها منجر ما يدرش لأنه تغير بالمجاوز تيجي تتوضى بالمية اللي جنب الحمار اللي مات بقاله شهر فعمل ريحة وحش فتلاقيها برضو مية ريحتها منتنى لكنها بالمجاورة ما يدرش مش متنجس تعلمت إزاي واحترز أي المصنف وهذا بيان لمحترز قيد المصنف بعد بيان محترز قيده الذي زاده قيده الذي زاده كما مر عن الطاهر المجاور أي عن التغير بالطاهر المجاور للماء إيه هو المجاور يا عم الشيخ يقولك وهو ما يمكن فصله ما يمكن فصله من الماء يعني أنا رمية تعود نعناع في المية وأخذ بالك إزاي وبعدين بعد كده مدت إيدي ورحت رميت تفهمت إزاي فالمية قاعدت ريحتها نعناع يوم تبتها بعد يوم جيت أشمها راحت راحت النعناع اللي فيها اتوضى بي فهمت ازاي خلاص لانه راح التغير اي عن التغير بالطاهر المجاور للماء وهو ما يمكن فصله او ما يتميز في رأي العين يعني تشوفه في عينك كده فاتبالك ازاي كدهن ولو مائع يعني انا رميت زيت على الماء بقى الزيت عمايع وعايم فوق الماء كده فالزيت مائع طاهر لكن ما اختلطش بالماء لاختلاف التوتر السطح ده بتاعه مختلف عنده اللي هو التوتر السطح فما يدوبوش في بعض فيبقى مجاوز يفضل عايم فوق كده شفت امتى الزبدة زمان كانت مو كانت اما تيجي تسياحها وتاخد منها معلقة ترميها في الماء تلاقيها تعم فوق الماء تبقى زبدة حلوة لو ما عميتش تبقى زبدة مغشوشة صح؟ كانوا زمان يجربوا الحكاية دي في البلد ما تجربهاش في الزبدة اللي تيجي في ديك اللي هو من دول كلها واخلا فبيقول لك ايه او ما يتميز في رأي العين كدهن ولو ما يعمل وهو وعود وعود عود يعني نوع من البخور البخور العود لحد الوقت بيتباع وعود سواء كان مطيبين او لا والكلام في المجاور الذي لا يتحلل منه شيء يعني المجاور اللي ما يدوبش منه حاجة انما المجاور اللي يدوب منه حاجة بقى مجاور ومخالط تهمت ازاي؟ والكلام في المجاور الذي لا يتحلل منه شيء وإلا فهو من المخالط وذلك كالزبيب والعرقسوس والكتان او ده مخالط مجاور تهمت ازاي؟ وبهذا تعلم ان ماء مبللات الكتان كان ايامهم ايام الشيخ ابراهيم الفيجوري بيشرق بيلبسه اللبس اللي بالكتان والحد دلوقتي بيتعمل برده فكانوا يبلوه مدة طويلة كده عشان يعرفوا يفتلوه يعملوه يغزلوه كده فكانوا ياخدوا المية دي بقى يقول لك ما وده مجاور فالشيخ يقول لك لا الكتان ده بيتفتت ويدوب في المية فده مجاور مخالط تهمت ازاي الشيخ بيحذرك من دي وبهذا تعلم ان ماء مبلات الكتان غير طهور وقد وهم من ادعى طهوريته بل قد يصير اسود منتنا يعني لما تترينه فرع لو وقع في الماء مجاور مخالط وتغير وشككنا يعني لو وقع في الماء مجاور ومخالط مش مجاور مخالط مجاور ومخالط يعني وقع في المية هادي لك مثال وقع في المية لا ورق شجر ورق شجر مالوش ريح ووقع كمان في المية اي حاجة بقى بتضب فيها زي برتقانة برتقانة كانت اشرتها مكسورة فلما نزلت خد طلعت عصيرها فاتبالك فبقت المية هنا فيها ورق شجر مجاور وفيها كمان عصير البرتقان او اللمون مخالط وانا شكيت هل التغير بالمجاور ولا بالمخالط لان احنا قلين التغير بالمجاورة لا يا دور والتغير بالمخالط يا دور لكن وقعوا الاثنين ولقيت الماء متغير وانا شاكك هل التغير بالمجاور ولا بالمخالط لان الورق اللي نزل ده ورق من الشجر اللي فيه برتقان فقد يكون الورق فيه نفس الطعم تهمت فأنا مش عارف الطعم ده جاء من عصارة البرتقان ولا من الورق اللي هو ما يدر التغير به فشكيت أنا أعمل ايه قد تبقى لك الشيخ بيقولك شوف بقى الشيخ هيقولك ايه ولو وقع في الماء مجاور ومخالط وتغير وشككنا هل تغير بالأول اللي هو المجاور حيث لا يدر التغير به أو بالثاني اللي هو المخالط حيث يدر التغير به نعمل ايه قالك فهو طهور لأن اليقين لا يزلوا بالشك يبقى طهور على طول احنا شككنا لازم تعرف الاجابة على طول اليقين لا يزلوا بالشك يا عم الشيخ اتوضى يا عم ولا همك فاتبالك فهو طهور لأن لا نسلو بالطهورية بالشك فإنه باق على طهوريته أي فإن الماء المتغير بالطاهر المجاء المجار له باقن المجاور مش كده عندي المجار حقاتب المجاور المجاور له باقن على كونه مطهرا لغيره ولو كان التغير كثيرا طالما بالمجاورة ما يهمش حتى ولو كان التغير كثير انت ميت النيل في أيام الطمية زمان قبل السد العالي كتلاقيها بني واختبالك ازاي تتوضى بيها لأنها تغير بمجاورة لأن دصين عايم كده في الماء لو سبته يركض فتغير بمجاورة ما يدورك خدتبالك ازاي وكذلك تغير بما في مقره وممره لا يدور ما احنا قايلين التغير بالمجاور لا يدور ما لم ينفصل من المجاور شي عندنا في الفقه كده خد بالك الحكم الفقه غير حكم الكيمويين الكيمائي بقى يقول لك مش عارف ايه لو حللنا هنلاقي واحد على الف جزء من الجزء لقينا مش عارف ايه جزء ايه واحد ده شغل بقى ايه احمد زويل والكلام ده احنا ملناش دعوة بي الكيمائي حاجة والفقه حاجة تهمت ازاي يعني الفقه يتناول الامور بصورة مبسطة لان الشرع قائم على البساطة والتيسير على الناس مش بواقع الامر ولا يعني ربك سبحانه وتعالى يؤخذك لا بواقع الامر ولا نفس الامر ولكن يؤخذك بظنة لدرجة ان انغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين قد يكون الغيم اتخبي وراء الهلال يوم ربك يقول لك طالما ما شفتش الهلال شهر مرانا بتباه وقد يكون بدأ في وقع الامر لكن ربك يأخذك ايه بظنك تهمت ازاي هو الشرع مبني على هذا مجاوس اه لا اختلت بقى يبقى مخالص يبقى مخالص لنجسة الماء ايوه يبقى الجرية اللي ماشي حواليها دي ما تتوضش بها الجرية اللي ماشي حواليها سيبها متعد مع السلامة كده وتوضي كده يا شوائي حاطة فيدك لما ايه تيجي موجة والموجة بتجري ورا الموجة بقى ده حتى غنولها بعد موجة اثنين ثلاثة تتوضى بعد كده انما ما تاخدش ايه الجرية اللي حواليها الجيفة اللي عيمة دي وماشي قدام وتقولها توضى بيقصو ده مجاور لا تفت بقى لك انما لو مجاور على الشط مش عايم في المية يبقى توضى على طول تهمت ازاي؟ لان دي ريحة بس دابت في المية الفقه ما يعتبرهاش تغير لانه ما حصلش مخلص واضح؟ العل التيثير على الناس يا شيخ ابراهي ما جعل عليكم في الدين من حرج وإلا كان حيحرج الناس ويبقى يشدد على الناس التيثير على الناس فانه باق على طهورياته اي فان الماء المتغير بالطاهر المجاور له باق على كونه مطاهرا لغيره ولو كانت تغير كثيرا بس بالمجاورة لا يضر اي سواء كانت تغير قليلا او كثيرا فهو غاية في بقاء على طهوريته وظاهره ولو كانت تغير بالطعم واللون والريح معا وهو كذلك فعلا تلمى بالمجاور حتى لو غير اللون والطعم والريح معا تلمى بمجاور ما يضرش وظاهره وان حدث له اسم آخر زي ماء النيل في الفيضان تروح انت يعني انا مرة رحت زمان رات البارد في حتة هناك اسماء الجربي عند الفقاء النيل مع البحر تلاقي المية هناك تعمها سمك زفر ما يدورش توضى به ولا يهم وتلاقي لونها اخبر يبقى اللون متغير والطعم متغير وتلاقي رحتها متغير وتوضى ولا يهم فاتبالك او ده لانه مغير تغير بالمجاورة فاتبالك ازاي هنخلص احنا الحتة دي ونقف على السطر ده علشان احنا كلنا عايزين نروح فهو غاية في بقاء على طهوريتي وظاهره ولو كان التغير بالطعم واللون والريح معا وهو كذلك وظاهره وانحدث له اسم آخر لكن الذي انحط عليه كلام العبادي انه انحدث له اسم آخر لكن كلام العبادي بيقولك لو بقى اسم آخر كأن ازيب فيه شح ازيب يعني بفعل فاعل يعني مرأة تتوضى بالمرأة يعني لا ينفع او لانه فعل فاعل كأن ازيب فيه شح وكلمة ازيب دل على فعل فاعل فصار يسمى باسم المرأة فبقى اسمه حتى ما اسموش مية ده تغير اطلاق اسم المية على ما روحش اتوضى بمرأة بقى خدت بالك ازاي ما هو بيقولك علشان كده بس بقى تسمت اسمي تاني سيدنا الامام العبادي قالك خد بالك ان تغير المرأة دي بالمجورة انا معاك اللحمة عادة تغلي وبتاع وتغير بالدهن وحنا لسه قيلين الدهن تلا ما بينفاصل ما يدرش قالك بس اخد بالك ما لم يغير اطلاق اسم الماء عليه فان غير اطلاق اسم الماء عليه زي المرأة ما تروحش تتوضى بمرأة اديها للجيران يعملوا عليها محش والله في سنة ضاعت الناس الوقت انك انت تكثر المرأة وتوزع على الناس مرأة يتبخوا عليه احسن ما يجيبه ماجي والكلام الفرد سنة كده حلوة سنة جميلة يجيب كيلو لحمة تسلقه في تشتر وتوزع الماء دي كلها الناس تهي والله بيروحوا ساعاتي عند الجزار يشتري عبن انا بشوف طب يشتروا رجلين الفراخ صح ولا لأ عشان يعملوا عليها مرأة يتبخوا عليها ورجلين الفراخ اللي هي بتاعث المزارع دي يعني الجلد اللي فيها ده مركز فيه الادوية والهرمونات اللي بتاخدها الفرخة بتركيز عالي يعني مضرة فبزمتك احنا لو رجعنا لسنة النبي مش احلى نديهم مرأة يبقى حلو مش متعنقضين ولا حاجة والله يجرد حياخذ ما ترديش للمتعنقض يدي للعاية حياخذ وبقى حطله على ينسينا بردو كلا حتى فهنا بيقولك كأن اذيب فيه شحم فصار يسمى باسم المرأة ضر ذلك وهو الظاهر بل المتعين ضر ذلك ضر يعني ما ينفعش تتوضى به ليه لانه بقى اطلق عليه اسم ثاني سميناه مرأة والشيخ البيجوري موافق كلام العبادي او بيقولك بل هو المتعين يعني كان لازم يبقى التفكير كده فهمت ازاي عاجبوا الحتة دي يعني ونقف على قوله وكذا المتغير بما لا يستغني عنه ان شاء الله يوم السبت القادم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزيبنا علم وفي اسئلة كده هنشوفها سريعا هل تنفى بقاعدة اليقين لا يزولوا بالشك على عدم تذكري هل انا متوضع ام لا اه انا ناسي انا متوضي ولا لا اشوف اخر يقين وابقى عاكس اخر يقين وابقى عاكس يعني ايه يعني انا دلوقتي متوضي ولا لا طب قبل اللحظة دي انا يقينا كنت متوضي ولا مش متوضي انا يقينا كنت ده خارج من الحمام من دورة الماء فهمت ازاي انا يقينا كنت خارج من دورة الماء قبل ما يجيلي الشك ده هل انا متوضي ولا لا فهمت ازاي يبقى انا عاكس المتيقنه فهمت ازاي لان الشك في عدم الوضوء لا يضر الوضوء فهمت ازاي فانا قبل الوضوء يقينا كنت مش متوضي يبقى اكيد احداثت وضوء بعض فهمت ازاي فهمت الحتة دي سهلة يقولها تاني يقولها تاني ما احنا قيلين اليقين لا يظل بالشك يعني ايه خد نفس عميق وافهم معايا سهلة انا كنت متوضي يقينا كويس وبعدين شكيت في الحدث بعد كده افضل متوضي صح ولا لأ لان اليقين لا يظل بالشك دي سهلة ما احنا هناخده على حتتين الاول انقلك على حتتين انا كنت متوضي احلف وشاكك هل انا احدثت بعد الوضوء لا ولا لأ عندي شك افضل متوضي لان اليقين لا يظل بالشك فهمت ازاي سهلة طيب نيجي في مسألة تانية اشد تعقيدة انا يقينا كنت متوضي وبعد كده انا احدثت وتوضيت بس انا مش فاكر ايهما سبق بعد اليقين الاولاني لأ تهمت ازاي يعني انا يقينا كنت متوضي وبعد كده انا احدثت وتوضقت ومش فاكر ايهما اسبق فشككت في ايهما في الحدث ولا الوضوء الاخر اللي بعد الوضوء الاولاني اللي انا متأقن منه ابقى انا اعمل ايه لكن انا متأقن ان انا توضيت ومتأقن ان احدثت لكن انا شاككت في السابق ايهما انا متأكد من ان انا توضيت ومتأكد ان احدثت بس انا مش فاكر ايهما سبق الاخر فهمت ازاي اقوم انا بص قبل الشك في اللي اتنين دول كنت انا ايه وابقى عكس كنت متوضي يا بقى احدث سهلة سهلة ما كنتش متوضي يا بقى متوضي حلوة ليه لا نسأل فضلتكم الدعاء لجميع نساء المسلمين ورجالتهم برا ربنا يوفق جميع نساء المسلمين ورجال المسلمين وصبيان المسلمين والمسلمين كافة وحتى اموات المسلمين يوثقهم للجنة والمغفرة والرحمة فما زالوا فقراء الى رحمة ربهم حتى وهم في قبوره بيعيبوا علي ما عرفش ده رجل ولا ده ست بيقول ان احنا ايه بنلاحظ انك انت كتير بتتهجم على السلافيين او الوهبيين وانهم لا يحب سيدنا محمد ما بيحبوش انا ما قلتش كده ما قلتش انهم ما بيحبوش سيدنا محمد على حيث انا قلتهم لا يوقروا سيدنا محمد التوقير اللازم ولا قال البيت ايوه بعضهم بيعيب في قال البيت دي حقيقة وقرى كتاب منهج السنة لابن سيمية اللي هو شيخهم عاب في قال البيت بفريح العبارة وكتاب منهج السنة مطبوعه اشتريه انا مش بقول لك كلام بتاع روح اشتريه منهج السنة لابن سيمية روح اشتريه جزئين ايوه بيعيب في قال البيت في منهج السنة ليه لانه كان بيرد على الرافضي في الكتاب ده بيرد على واحد من الروافض كان متعصب لقال البيت وقال انهم معصومين فهو عايز يبين له ان قال البيت دول ولا حاجة يعني فبدل بقى يعني فبقى يعيب في قال البيت تهمت ازاي ادي الكلام وعف سيدنا علي وممكن اجيب لك نصوص عشان كده انا زعلان منه الحقيقة واخد بالك والله بيني وبينه كده زعل لكن ان شاء الله ربنا يغفر له ويدخل الجنة لانه يمكن هو كان تحت تأثير نفسي معين بسبب انتشار فقه الروافض في عصر كان منتشر انتشار بشع في عصر ابن سيمية فربما الانسان برضو بن عصر بيتأثر فربما تأثر في هذا العصر لكن احنا العيب ان احنا الوقتي مبقاش في عندنا روافض ومصر كلها اهل سنة والناس تأثر بكلام منتشار وتعيب في قال البيت طب ليه يمكن ابن سيمية كان عنده عذره الروافض غيزينه طول النهار واعدين يصبه في سيدنا عو بكر وسيدنا عمر ويصبه في التنعيشة وكده تعبينه مدايقينه نفسيا فاضطر انه ايه يقلف الكتاب ده ويرد عليهم ويغلس عليهم كمان لدرجة انه غلس عليهم بانه يعيب في قال البيت احنا ملناش دعوة احنا مش معاه طبعا انه هو يعيب في قال البيت لانه ملهمش زمن ان الروافض بلاغوا فيه لكنه احنا بنلتمس ليه العذر بتأثير النفسي لانه هو بني ادم بشر برد يا تأس لكن احنا لنلتمس العذر بتوع اليومين دول ومفيش روافض في مصر ويعيبه في قال البيت ليه تعيب في قال البيت يا بنا يقول لك ابن سيمية قال ابن سيمية كان عصره ليه زروف انت غير الزروف دي تبقى لك بس وقالوا انهم انا ما قلتش لما يحبوا سيدنا محمد لكنهم ما معندهمش ادب بس مع سيدنا محمد ولا قال البيت اه ما عندهمش ادب مع قال البيت وقالنا الصوفيون هم فقط لذين يحبون militس انا ما قلتش كده قلت كل المسلمين بتحب النبي لكن الصوفية حبهم للنبي واضح اوي فانا من قبل مدرس الصوفية حبيت الصوفية حبهم في النبي والله ربنا يعلم من قبل ما اعرف ايه هو التصور الكلام ده من سنة 73 ما اخذ بالك قعدت معدول ومعدول ومعدول لقيت نفسي مجدود مع المتصوفة اللي بحق العلمة منهم ليه لان لقيتهم حبهم للنبي واضح قوي والثانين حبهم للنبي مكتوم فانت تروح مع الحاجة المنورة قوي ولا الحاجة المكتومة اقود انا اللي لاحظ فانا حبيت الجماعة دول علشان ربنا وقعني في ايد ناس ربنا كرمني ان انا اتعلمت من الصوفية اللي هم علماء مش الصوفية المجازيبة اللي بتلاقيهم قاعد يعمل كده واعيد لك مش عارب ايه هو فتع عينك تاكل ملبن ويقعد في الموالد مش هي دي الصوفية زي ما انت تفاهمها بقى لحنا بنعترض عليها زي ما انت بتعترض عليها واشد واخد بقالك لا الصوفية بالمعنى العلمي اقرأ كتابهم وقرأ كلامهم تفهم هم الناس دي كان يتفاكر كلهم علماء كبار الامام النوي يصوفي الامام ابن حجر الهيثمي صوفي ابن حجر العسقلاني صوفي الامام السيوتي صوفي ولي ورد وسبح والعز ابن عبد السلام صوفي ولي ورد وسبح كل الناس اللي احنا تعلمنا على قدهم دول وعدين يقرأ لهم كانوا صوفية علماء كابر فقهاء يعرفوا الحديث ويعرفوا الامور ويوقروا النبي وشبوه وجلوه فيمتزق لي المسألة بس لكن انا ما بقولش انهم بيكرهوا النبي لكن حبهم للنبي مش واضح شوية يعني فيه يكتنفوه الغموض واخد بقالك ازاي بس ما يدرش معلش ما انت يعني شوف سيدنا الامام الشافعي كان في ايامه الروافد شداد اوي برضو لدرجة ان ابضوا عليه من اليمن وجابوه في السلاسل للعراق للخليفة كان قضي في اليمن الوضل في اليمن غيروا من الامام الشافعي لانه زاكي ونبيه وبيحكم في القضايا بطريقة جميلة وانت عارف ان اهل المهنة الواحدة يجيروا من بعض فغيروا من امام الشافعي قالوا دا حياخد مننا بقى السمعة وبتاع فقواشوا عند الخليفة انه من الروافد علشان الخليفة يرفض فالخليفة بعت يقبضوا عليه وهاتهول فغادوا الامام الشافعي في الحديد والسلاسل من اليمن للعراق لحد ما وصل عيان مريض لانه كان سفر طويل ومقبض عليه بقى فالامام الشافعي بالرغم من هذا قال ايه قال ان كان حب اهل محمد رفضا فليشهد استقلين اني رفض دعين انت ازاي قال كيف وقال لهم ايه اهل النبي وسيلتي وهم اليه زريعتي بهم بهم ارجو بهم القى ربي غدا ارجو ان يغفر خطيئتي ايه ايه فاشوف الامام الشافعي لما تأثرش بالعصر بتاعه انهم بفي روافط كتير انه هو ينكر حبه لقال البيت هو بيحب قال البيت لكن ما بيعتبرهمش معصومين ما بيقولش ان ربنا حل فيهم ما بيقولش ان سيدنا علي كان اولى بالخلافة من سيدنا ما بيعبش في سيدنا ابو بكر تهمت ازاي؟ ادي المسألة يعني الواحد لازم يكون مكتزم ادي كل الحكاية يعني الناس بتسيئ الادب عند سيدنا الحسين يقبلوا العتب ويعملوا مش عارفين ويعملوا ايه طب سيدنا الحسين زنبو ايه فيه تهمت ازاي؟ سيدنا حسين مارو الزم المسجد السيدة زينة بحواليه مجازيب كتير وشحتين طب السيدة زينة بزمالها ايه انا اقعد اشتم في السيدة زينة عشان الشحتين اللي عالين حواليها طب يا ماء زنبها ايه مالها الزم تهمت ازاي بقى فالواحد لازم مارو اه لا ده بيعيبوا بيعيبوا في سيدنا السيد البدوي انت ما قاردش ما قاردش كل كتابهم ده يقولك البدوي وزينب ما يقولوه السيدنا السيد البدوي ولا يقولوه السيدة زينب يقولك البدوي وزينب يقولك مصريين عباد البدوي وزينب يقولوها كده في السعودية وأنا سمعتها أكثر من مرة وأنا مش بغشك والله والله قاله كده قاله على المصريين عباد البدل وزينة أنا سمعتها أكثر من مرة ما أعرفش بقى علماء ولا مش عهما لابسين غطرة بتقول أرجو من سيادتكم على يم التهجم والتطاول على السلفيين حاضر إن شاء الله يا رب أعيني على ذلك وخصوصا أني أتذكر أنه في أول حديث لكم قررت أن الاختلاف في الرأي لا يخرجنا جميعا أنا ما قلتش أنهم خرجوا من الملة فهمت إزاي ولكن هم مش مخالفيننا في الرأي بحيث أن هم علماء عشان يبقى رأيهم له وجهة نظر لا ده يوم جهلة أدي الحكاية هم خلفوا لجهلهم هم مش علماء بس نحن نقدر العالم اللي يبقى ديه وجهة نظر في الخلاف وعنده دليل نعذره طب ما هو ابن حزم الظاهري له مذهب ظاهري إحنا ما نفكيش الناس دي أبدا ولا نقول للناس لمشوا فيه لكن نقرأ للإمام ابن حزم كده تجد أن دي وجهة نظر قوية وقد تقنع من يقرأ له إقرأ له المحلة كده يا خابة ربي تحس أنك انت خلاص بقيت ابن حزم في المذهب من كتر قوة حجته فهو مذهب إحنا دانوا قدروا له تفكير وإن كنا لا نتبع مذهب لكن انت تقرأ له ما تلاقنش عندهم مذهب ولا ليهم وجهة نظر ولا ليهم دليل الأدلة كلها بتاعتهم أدلة هوى حتى أنهم بعضهم يعترض على الصحابة يعني ابن باذ في الطبعة السلفية في ابن حجر العسفلاني اعترض على سيدنا عبد الله بن عمر في الهامش إنه كان يتتبع أثار بول النبي ونياخت ناقة النبي في السفر وقال إن كل دا كان ما كانش لي لازمة واخد بالك زاوى إن دي مخالفة منه لما كان عليه فقه أبيه سيدنا عمر قال كده قال كده في الهامش ابن باذ فتصور أنت لما يعترض وحتى على الصحابة يرجيك ما ينفع وبعنين يقولوا لا مجاز في القرآن ولا في السنة وفي خطبة الحجب السنة دي في مسجد نامرة يقول كلام باطل يقول ايه يجب أن نجري صفات الله عز وجل التي أجراها على لسانه سبحانه وتعالى في القرآن على الحقيقة دون المجاز من غير تكييف ده باطل الكلام دا لأن لو أجرناها على الحقيقة جسمنا ولكن لابد من المجاز وصرفيها عن الحقيقة فهم هم بيصرحوا ازاي أنت تقول لي بأنهم علماء وقراء الخلاف لا هم مش علماء ما نرعيش الخلاف مع العلماء دي كل الحكاية لكن نرجو أن احنا نلتزم الأدب أننا طبعا ما نسئش إليه بس لكن احنا بشر البني أدم غزب عنه ساعة يقول كلمة كده ربنا يرحمه لكن والله أنا بحبه تعرف أنا بحبهم ليه لأنهم حمسوني في حب النبي والله كان يقابلوني كده يقول لي لا ما تقولش سيدنا أروح أنا بقى أقابل للعلم أقول لهم إزاي أقول لهم أرد عليهم أقول لهم إيه وقعد أبحث وعمل فأيه فحمسوني لحب النبي فكانوا حافظ كبير للقراءة والاطلاع للرد عليهم لكن لو كانوا سابونا واخد بقى استحلنا يمكن ما كناش نكبين على علم الدين لأن احنا كنا في الكلية عادي كنا مشغولين في دراسة الطب وبنصلي ونصوب ونعمل فكان عندنا مسجد في الأسر العيني كان مسجد شيل ومسجد ثاني مسجد سيدي عبد العزيز الديرين جوه الأسر العين وإحنا كنا طالبة سنة 72 و73 و74 فكنا نروح نصلي الدهر في مسجد سيدي عبد العزيز الديرين فيه ضريح جهدي المصيبة يتلموا علينا وعملن لنا أزعى إحنا لا نعرف الصلب ضريح ولا بالضريح الكلام ده كنا إحنا لسه طالبة طالعين من سنوية عامة ويمكن مش حفظين حتى جزء عامة وبنحب ربنا وبنحب النبي وبننضع ده ونصلي وبنذكر طب وعايزين نبقى ده كترة شاطرين كل اللي فخنا كده ساعتها ما كانش نفخنا أي حاجة ثانية بصنا لقينا شوية الجماعة دول قريين الكتب إياها اللي بيوزعوا عليهم ببلاش وزميلنا بقى هم ويجبوا لنا الكتب ويقلقونا وهو عتصلي هنا هنا شرك وهنا كفر وهنا مش عارفه وينه 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 وانت مش مربي دانك لي وانت مش عانبيني وانت مش مؤثر صوبك لي وانت متقولت ازاي بتقول يعد يسنت علي وانا قاعد أقرأ التشاهد لحسنا قلت سيدنا مع الله اللهم نصلي على سيدنا معه يا عم ما تقول انت اشتاسبني بحالي يا عم وانت يعني لو قلت سيدنا محمد مش حروة مش هحضر المحضر هيوقفني بعد الصلاة نص ساعة على باب الجامع عشان ما قلش سيدنا محمد كانوا بيعملوا فينا كده وأكثر فبصنا لما عملوا فينا ويقول لي اين الله انت ازاي تعبد ربنا ومتعرفش هو فين الله ده اسمه كلام لازم تقول ربنا في السماء يعني ايه يا ابني ان الحكاية دي ينزل ربنا للسماء الدنيا نزول حقيقي مستقر على عرش مستوي على عرش استواء حقيقي ايه ده كلام كله ما يكوناش نعراف ولا مجاز ولا حق فبصنا لقينا نفسنا روح نرمين ده الطب وعبنا ندور على العلم او والله بكل ما اتجاد درجة ابويا خاف علي بعد ما كنت طالع الاول في سنة اولى في العشرين في المية وطالع الثاني في سنة ثانية بقيت نمرة مية في سنة ثالثة في الدفع في الترتيب ليه بقى سنة ثالثة دي بقى لقيت نفسي فضيت نفسي بقى وسبت المحاضرات وسبت الدنيا وقعت لفة على العلماء بقى فاجئوني بحاجات انا مش عارف ومش عارف ارد عليهم ومش عارف اعمل ايه ومش عارف اجا ذاكر كلامهم يفضل يريني في مخ مش عارف انا احل المشكلة طول عمري بصلي ومبسوط قلقوني حتى في صلاة واخد بالك خلوني اثرت السوبة بتاعي وعملت بتاعي وبقيت ماشي كده بالسوبة بتاعي عملت زي فؤاد المهند حاجات بقت غريبة كنتش من ربي دقني خلوني ربي دقني وبقيت ماشي كده كنت بحب اضحك وخلوني كده متجهل لان اصل الدحك شركة يا ابني مش كده فلقيت نفسي تعبان نفسيا حعية فبسطت لقيت نفسي بدور على العلماء في كل حتة كل حتة اسأل مين اللي يعلمنا الدين يا جماعة مين اللي يعلمنا ربنا دلنا على علما دلنا على الشيخ محمد الحفظ التجاني قرأنا عليه موطئ الايمام وربنا كرمنا واخذ بالك زي اوبا علم دلنا على الشيخ محمد نجيم المطيعي حضرنا عليه البخاري وحضرنا عليه إحياء علوم الدين وحضرنا عليه قليوبا وعمير وابتدوا بقى يحطوا رجلينة ازاي نفهم وازاي نرتب مخينا وبعدين بعد كده ربنا دلنا على السيدة عبدالله صديقي الغمار ومن خلال السيدة عبدالله صديقي الغماري عرفت الدكتورة علي جمعة لاني لقيته قاعد عم بيقعد يقرأ عليه فتعرفت عليه كان لسه طالب بيعمل ماجستير ودكتوراه وبيروح للسيدة عبدالله صديقي الغماري كثيرا يقرأ عليه اصول فقر فده سبب ما عرفت بالدكتورة علي جمعة من سنة الثمانين وبعدين بعد كده بدأنا نقرأ على الدكتور علي جمعة لما السيد عبدالصد ديك تبقى مش موجود فقرأنا عليه اللوم علي أبي صاحب الشراس وانا عليه الورقات للبوين وكان يديلي في بيتي في المانيال نقرأ عليه بعض الكتب لما كان يفضأ أحيانا واخد بالك وتوصدت علاقتنا وبعدين بعد كده السيد عبدالصد ديكلماري قال لي الشيخ إسماعيل صدق العدوي ده راجل طيب روح اقرأ عليه فتعرفت على السيد إسماعيل الشيخ إسماعيل صدق العدوي ورحت طرقنا عليه موطئ الإمام مالك لقي نبي إقراسوي في البطنية في مسجد سيد أحمد درجير في قبر لكن كنا بنروف بنقرأ فيه على السيد إسماعيل صدق العدوي واخد باك وقالوا لنا الشيخ إسماعيل صدق العدوي بدي تفسير قرآن لسيدنا السيدين في قبر بعد صلاة العصر يوم الجمعة من كل أسبوع فبعينا نحضر لسيدنا إسماعيل صدق العدوي فربنا كرمنا بالعلمة وابتدت تترتب معلوماتنا وتترتب مخنا وربنا شرح صدرنا وربنا أكرمنا واحفزنا القرآن ببركة العلمة الطيبين دول ما كنتش حافظ جزء عامة لحد سنة ثلثة طب ولا جزء عامة حتى حافظ وبعدين ربنا كرمنا وختمنا القرآن وقرأنا وخدنا إجازات من العلمة وبعدين بعد ما خلصت دكتورات دراحة ربنا كرمنا ودخلت كلية الشريعة وخدت لسانس شريعة الإسلامية سنة ثلثة وتسفين بس عشان أخد إجازة كده بقى والأظهر بقى عشان يبقى بلد شهادات على رأي الجدع ده فالواعد برضو حاب يأخذ شهاد فكان الحافظ جزاهم الله خير وهم السلافين لو لكده أنا كنت في دلتا دكتور وبقيت معيد في الأسر العلم زماني أستاذ في الأسر العلم متعين ومعرفش حاجة عن أي حاجة وقعد بقضي وقتي في النادي واخد بلك وبعدين روح العيادة وروح صيف السحل الشمال فهم غيروا مجرى حياتي جزاهم الله خير دي الحقيقة بسبب إيه سبب التنغيذ ده فحين جايين ينغزوا فيه فجزاهم الله خير هل إذا وقع بورس في سائل هل ينجسه طابعا بورس يا عم مات لو ما ماتش وجاري كده صلع ما يجراش حاجة بس لو جالك نفس بقى تكفر في واحد هنا كلمه استي بورس أنا عارفه مش هقول لكم إيه كان بيجيب سندويتش جنباري والله من محل فخم جد وبعدين بيأكل كده لأ طعم غريب فبيفتح لأ نص البورس أثاري النص التاني بلعو فربنا ينجي يا سيد فما تاكلوه سندويتشات من بره أرجوه بدل العكة اللي بيحصل فيه أنا عارف واحد قبل كده من كم سنة قال لي أنا لقيت نفسي كلت نص صور صار لأ برضو حاجة أتقرف بس وهناك من يلقي هذا الطعام ولا يأكله فهل يوجد ضرر إذا أكل منه بعد نزع هذا البورس والله لو نفسه تسمح والبورس ما ماتش ما يدوره لكن لو كان مات لا نجسه خلاله إذا وقع فقر في سائل غير متجمد أكثر من 200 لتر فهل يتنجس أيضا؟ لا لو وقع الفقر وعامه طلع ما يتنجس لأن كل حي طاهر عندنا إلا الكلب والخنزية تهمت إزاي؟ لكن لو ماتش فكل الميتات نجسة إلا ميتة الأدم وأخذ بالك إزاي؟ والجراد والسمك هي دي الميتات الطهيرة عندنا ما هو أكبر وأفضل كتاب لتخريج الأحاديث؟ ما هو اسم الكتاب؟ أصلي أكبر كتاب لازم أكون أنا استوعبت كل كتب تخريج الأحاديث عشان أقدر أقوله أنا أعرف بعض كتب تخريج الأحاديث لكن ما أعرفش أكبر كتاب نسأل علماء الحاديث ما هو اسم الكتاب الذي جمع فيه الحاديث التي اتخذها الإمام الشفعي دليل في مذهبه؟ بلغة المرأة للإمام ابن حجر العسقلان في أدلة الأحكام مطبوعه بيباع إمام مسجد إمام سجد سجد ابتلاوة وقام وركع مباشرة دون أن يقرأ شيء من القرآن فقال عليه شيء؟ لا صحيح يعني أنت أريد مثلا سورة إقرأ للعلق آخرها سجد التلاوة رح تنازل سجد التلاوة قلت الله هو أكبر وبعني قلت الله هو أكبر ركعه صحيح مش شابت أتقرأ حاجة بعدها لكن لو أريد حاجة بعدها صحيح برض يعني ده صح وده صح أنا عملتها مرة على فكرة عشان أعلم الناس لا أي حس أي صورة بعدها ولا يشترك الترتيب عندنا في القرآن يعني ممكن بعد العلق أروح جايب النبأ عما يتفق مش شرط القدر يعني التنكيس في داخل الصورة عندنا في مذابنا التنكيس الماني عنه أن يكون في داخل الصورة يعني أبتلي في الركع الولى أقول آخر صورة البقرة والركع الثاني أقول أول صورة البقرة هو ده التنكيس الماني عنه ذكرنا فيما سبق شروط المكتهدين ومكتهد المذاب والمقرفة ما هي الشروط التي يجب سوفرة في العلماء الذين يقومون بالترجيح بين المذاهب لا دي عايزة في عندي كتابة جبولة يرد على حتة دي اللي ايه من اللي بيرد والله أعلم إن الله وملائكة وصلون على النبي أيها الذين من صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكرية الغافلون جزاكم الله خير